لا وقال شو؟ حاطت بيراشل ويجيب ستة تعيش معنا بالبيت ويوسف يقل له يا بابا ستة ميتت من خمسة عشر سنة وهو يصرخ عليه ويقل له ابدا بعدها عايشة بس انت ما بتكن ياها وليك ايه تحكي يلعن ابو الزعل بشكر ربي يا ناي انو اندر فيها مثلك وشو قل له لزوم هالحكي هلا لانو يلعن يصير معي فزيع عم تتخيل فريد القاضي يفوت طيقته لنجاة لورا نحنا اتفقنا ما بقى نفتح الموضوع بعدين انت رح تطلع من المستشفى عشقه ضغري عجب مرسي عزبتك كتير واخد من وقتك بالعكس انا كتير مبسط ان اتعرفت على شاب موهوب مثلك شو تكون انت استفد من هالقعدة سوا استفدت كتير وبتمره نجح نقعد مرة تاني اذا كان عندك وقت فاضي استقبل عزيمتي على الغداء ببيته انا ليش في حدا غيرك هون لا بس اذا عندك شغل من اجلي لوقت تاني منش هيك القصة بس استغربت الفكرة اذا مش حابب تتغضى عندي بالبيت لانعيش الى واحدة فينا انا تغضى برا اوكي موافى بس في اسألك ليه عايش الى واحدك لاني ارملي على غدا بخبرك بيقى قصته بتحب انت تختار المطرح ولا بتتركني انا اختاره كون محظوص اذا انت بتختاريه وقتتركني ادعالي ادعالي بتخطي انت تقونين انت تلك جواتك له وفاصل احدك انت انت تجاد ادعالي لحسن كنت توقف ومش قادرة سمدها لبعدين مش معقول انت باخباري هيت لنشوف حزار وين وصحتنا مين اصدق؟ عمر مين غيره يعني طيب ممكن تبلشوا بخبريتك بسرعة لأنه عندي كتير شغل خلص شكلك مش محتم باي مادين كم مرة قلتلك انا مفحب تعمل معي على الحركات كف الخبرية وين عمر رح يتغدى مع مياه وهن وظاهرين من الشركة شكلهم كان فيه انسجام بينهم ايه عادة لا مش عادة وبكرة بتشوف طيب خلصتين؟ اوكي فهمت باي سكر الباب وراجة يبقى امرك ابن عمي يلي بيشوفك بقول اول مرة بتطلع بتتغدى مع واحدة مش هيك الفكرة بس انا مستغرب حالي شوى ليش؟ لان ارتحتلك ولبيتلك دعوتك قبل ما عارفك هيدا شي منيح؟ طيب خبرينا عليك انا قصة طويلة اذا حرب تسمعها رح تضطر تشوفني كتير عندك مشكلة؟ بالعكس انا خلقت وتربيت بافريقيا وعائلتي كلها بعدة هونيك بس انا لما اتجوازت جيت عالبنان ولما اتوفى جوزة بقيت هون محبت ارجع بس بعد ما قلت اللي عندك حدا بحياتك؟ لا غريب وين الغرابة؟ لانه شاب متلك الف منت بتتمنى تكون معه مرسي على المجاملة مش مضطرة جاملك هيدا الحقيقة واذا انت مش شيفها يعني اكيد ما عندك مرية بالبيت